نختم برنامجكم مع ضيفنا الأستاذ مؤسس العبيدي حكينا على عديد الأنيقات كما قلت قبيريك حكينا على موضوع الدين بصفة عامة شنو اللي صار في سريلانكا شنو اللي صار في مصر شنو اللي صار في لبنان وتونس بطبيعة ثم حكينا على موضوع التضخم وبعض المؤشرات الاقتصادية الأخرى حكينا على المشاكل اللي يعرفها اقتصادنا حكينا على اليوم بتاع الدين العمومي التونسي في الجزء الأخير حبيت نحكي على الأسلاحات اللي بش تصير إذا ما عادت حتى نحكي وليزم تصير بش تصير معناتها اليوم كيشوفوا الحكومة وين الحكومة معناتها الوافد الحكومي اللي بتواجد في واشنطن البارح والت البارح وزيرة المالية رغم وجودة في تونس في اتصالات مباشرة معناتها كل نهار ساعات متاخرة حتى مع صندوق النقد الدولي الاخيري يعني اذا حسب معلوماتنا بتبيعة اليوم فما خدمة قاعدة تصير والأسلاحات معناتها لازمها تصير شنو اللي بش يصير انا قلت لازمها ما شنو اللي بش يصير شوف هاي عفوك متابعة معناتها حتى عندك معلوماتك شنو ما كان فما كي مقولوا ثلاثة أسلاحات ما يوابش سهل عليك مثالش النقص شوية من شنو اللي لازم يصير تسي معجل كان عندك معلومات شنو اللي بش يصير شنو اللي لازم يصير شوف معناه أنا الوضعية اللي نعيش فيها طوى رأي مهيش مهيش مقبولة مهيش مقبولة لأنه ما تنجمش تمشي البعيد معنا اليوم انتي اليوم ما عندك هاي مش تحرك متاع الميزانية ما تحماو جوت ما تحماو جوت ما أنا نهج منجليش فيها طوالك ما تحماو جوت السيشمان دي سوخس دو فنانسمن دونك لامارش ميش ميش كبير بي انتي كي تزيد في هيفي و تلقى معنا لحكومة تمشي معنا طول نشوفه مثلا بالنسبة لنقاشات مع صندوق النقد الدولي سمعنا انو كريسالينا المديرة التنفيذية ولا المديرة العامة انتعال صندوق تقول انو اخرى كانوا صندوق تقول انو كيف فعلت كبير بودوح و هذا الى راسران خاطر و رافى ما خدمه او ممکن سا نسيت плюс دو فوندر ولكن الوطبود اللهم يحكوا فيه بالنسبة لهم الى مقبول ولكن راهو الوطبود هذا الاكميك ايطنق كان ميكونش إيطالي بمعنى بمعنى فرمتة قوية دي سيدور انو ماشين للإصلاحات راو مينجا مش يكون مينجا مش يواصل حاجة. مانا ما هوش معقول باش نشوفو في رئيس الحكومة اون دي ترميناسون فرم باش يحبو يمشيو للأكور ولكن تلقى اونتر سينفوني دو كته دو كارتاج انا ما فماشي حماس كبير مينجا مش يكون هذي وضعيه زي ما توضح. وباتاتر معنى لفميه في نغاة باش يليكزيج انو لسينتيرو تكون زادة وصيفي كارتاج بور معنى باش عالكور. كيفاش احنا نجمو نصلحو كيفاش نجمو نقدمو ونبدلو؟ احنا فما كونستال يوم شعرين بانو الإصلاح ضروري. ولكن الإصلاح مينجا مش يتحقق اذا ما يكونش فما انخيرات. يعني يناديزيون. يعني الناس اللي فورس متاع البلاد كو سواء مواطنين كو سواء مؤسسات كي ما نقولو ومنظمات اجتماعية كستغاة منخارطع يزم تكون فما مشروع انو الناس ماشينو. ولكن الانخيرات هذا ما هونش ماجيش زادة واحدو يزم تكون فما انكريديبيليتي متاع الناس الناس اللي ماشي تحس بها شنو تحس بانو ناس هذي. عندهم رؤية تحس بهم تتغميني تحس بهم معنى كي ما نقولو معنى عندهم نظرة مش يعطيك تونس خير. يعني كي نقولو كلمة معنى رؤية كلمة كبيرة معنى الإصلاحات. نعطي هكا نكسابل على تاير متاع مانا اليدين متاع رؤية ولا مشروع. مثلا نجيو مثلا نعطيك مثال حتى في قطاعاتك مثلا نجيو في البعث العقاري نعرفو انو الياتو جوغدو. نعطيها في البعث العقاري نعطيها في البعث العقاري نعطيها في البعث العقاري. يعني ينجم الجوهرنمون ويطيح تفيها بالنسبة للبعث العقاري. سمحني ديسيزيون من نوعه كما هذا ما في حتى رؤية معنى كما نعطيك. عندما يعملون المكراق او مطيح التعليل الكبير على هدوء العقاري، هكذا لا يعملون الكبير على هدوء العماري، الإعلوانات التي تشتغل على عمارية التي تجم 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 في الوقت أنك تشجع على الاستثمار. لكن في بعض الوقت الذي يضمن لك أنه ينقص على المال. وهو تحديث. سوف ترى الاستثمار من المديونية اليوم. لأنه غدوة ترى الاستثمار على الاستثمار. وكل اللي ناجمه في البلاد. وهذا ديما نفهمه أنه كما يقوله عدم استدامة الدين مختر. ولكن الخطر يكون أكبر أنه إذا تتحول الانسوطنابلتي سوسيال. وهذا ديما نغزره بمنظار برك به. أنا بالنسبة لي معنا كما قلنا أنه يزم تكون فما إيراد وفما فيزيون كستيقاها بش يكون فما مصداقية. والمصداقية تجيب لك إنخيرات في الوحدة كلها. ولكن فما حويش التمن لأنه الإسلاحات شنوه؟ الإسلاحات ديما فاهم نوع من التضحية. ولكن أنت بالتضحية يزمك تقنعني أنه غدوة خير. وتقنعني أنك أنت عادل. موش معقول المواطن من الجمشي يضحي معاك كما يراش فما عادلة جيبائية. يعني الناس قاعدة تخلص ونس تخلص ونس ما تخلصش. ويعرفوهم الناس كل شكونوا ما لم يخلصوش. وإنتي تعمل في باي بي سيتينق عليهم مكش معنا فماش إيرادة بش سلة. ما تنصوك يقول لك هذا يا أخي برا واحد معنا يقول لك برا لما فلوسك وبرا جاي أنا تضغط عليك سيتينق. دونك أنا حسب براي بوابة الإصلاح هي تكون فما عادلة جيبائية. أنا تعطي أين سينيال. والإصلاحات اللي يزيمهم يمشيوا ما يزيمش يقفوا في المربع. أعطيني نسلكها سوق البلان فنانسيي. باش ناخد الفلوس باش نتسلف باش نخرج من الفمية. الاسلاحات هي توريني أنو. أنو. شكرا لنفسكم على التعليم الليغة ، لدينا نظرة على التعليم للغاية ، لدينا نظرة على التعليم والحركة ويجعل ذلك. وهذا يatsassis بأن الإحاولي نظرة على التعليم الأولى على التعليم الليغة ويجعل الأشخاص في زانيا . اتمنى هؤلاء الذين ينسعون نظرة على التعليم والحركة والثقافة والمحارات واللغة بأن نعرف أن كل شيء يحصل نفسها. لأن العلاقة متعناها بفلوس أموال منهوبة، أنا بالنسبة لي أكثر أموال منهوبة أنك أنت حرمتني باش أنا نمشي نقرر يولادي في السيرفيس بوبليك دوكاليتي ورساتي نمشي للبريفي. فما عملية نهب، أنت حرمتني باش نمشي المساحة عمومية وباش نداوي فيها ورساتي نمشي للبريفي، هذه كأموال منهوبة، فهمتها؟ أنت حرمتني باش أنا نكون عندي أنتونس بور بوبليك دوكاليتي ونمشي في الترينو وفي الميترو ويجي في الوقت وننظيف وفما سيكوريتي، رساتي نمشي معناها نشري في كرهبة أخرى البنتي كستي غاعة لخاطر تقرأ في كلية بعيدة ولا تخدم في واحد ولا نركب في تاكسي وهو البري يكون مرتفع كيفاش أنه البوفار داشا متاعي يتيح وهذا معنا الكلام هذا كل إزم الناس زادت تتحقلن لأنه الشيء اللي قاعدين نشوفوا فيه أنه ساعات فما نوع منه كيما قولوا من البلتجة معنا نقابية نشوفوا فيها في الصحة في التعليم في معنا في النقل والفاتورة متاحة هنا قاعدين نشوفوا فيها أنه لسكتور اللي بلو فيهم دي معنا دي كيما قولوا دي الموفمون هكا سنديكو دو بلوكاج هم اللي سكتور أو لكالة يدو في أقل ميوكل فاصل قصير سيمواز ثواني نرجعو بش التحقوبين دي أبو سلمي ريم حمروني دونك كافتو دي أبو سلمي وكل موقص ريم حمروني فل بش ناخد خمسة دقائق بش نتفعلو مع المستمعين فما ثلاثة أربع سنحاولو نرجع اليوم بغيف ما فاصل راجعي نختمو معك توتشويت مغروم بالدمان أرتيستيك وتحب تخلي غرامك خدمتك لأكاديمي دار دو كارتاج توفر لك دي دي بلوم أمولوغي في عديد المجالات كي ملوديو فيزويل والفوتوغرافي والامفوغرافي والمولتيميديا والدكوراسيون والديزاين المطلوبين في سوق الشغل بالباك والبليش تتلقى إن فرمسيان دو كاليتي عن دي بروفسر دو رونومي وستاجك مضمون في اللي غران فستيفال ناسيونو اي انترناشيونو مع الأكاديمي دار دو كارتاج خلي غرامك خدمتك لأكتر معلومات التاسلوب واحد وسبعين تسعة وسبعين ستة وستين تسعة وسبعين مواصلين في بنامشكم كي بقوتكم بعد شوية ديجا بحثينا ودي أبو سلمي كابتور دي كران وريماني حمروني في كلمة وقص نختمو معاك أستاذ مواصل عبينا نحن في الوتوغ منتع الأسرة حابين نرجو عليها غابين ما فم تعليقات وفم بعض التساؤلات سيم محمد مثلا يقول اليوم التدعيات منتع الأزمة هذه الكل أكيد بيش تكون موجعة يقول لك ولكن لازم نخلصوا معتها السعر منتع التصرف اللي كان موجود معناتها اللي باكو بزي موجود المطال موفيس جيسيون هو يقول ما نجموش دي ما نخرجو بدون أذرار معناتها من الوضعيات نقول هم كتحبوا فاك ولا في الوضعيات نقولي بالوحدة 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 هاي بهذا تعليق كثير منه دونك قولك احنا معناتها ما تحطش في مخك اللي بيش تخرج منها بليش أذرار معنا الفاتورة إذا ما تتدفع تبقينا كي أنا نضحي كمواطن في الفاتورة نحب نشعر بأنه غدو بيش تكون خير أما كان بيش نضحي أنا والانجوستيس في سكال تبقى موجودة سمحني إذا دو سي فانطان ما داموني تقول إس كاليوم عاملين معناتها نعملو حاجة باية للبلاد كي نقودو نلوجو في التمويلات هذية خاصة تمويلات المؤقتة هذية بيش نجمو نربحو بيهم الوقت تقولك سيمو عز لو كان نخليو الوضعية كي ما هي ممكن ينجم يعمل إلكترو شوك للشعب وللبلاد وللناس الكل وللحاكمين وكل بيش انفيقو على رواحهم ولكن تقولك شنوه لو كان نخليو المرككة شنوه لغيسك تقولك معناتها شنوه الغيسك ماكسيما تقولك انستابيتي سوسيال مثلاً عدم استقرار اجتماعي ولا ممكن الخطر يكون أكثر على البلاد هي انتاز موجودة خطر يقول قائل فمكبريكا سيدا انسي تكون مستمع يقولك شوف لبنان بو لبنان قعد تدور تبشار وحالة بو الوضعية الوضعية صعيفة هي تازة هي تازة موجودة أنه يقولك احنا احنا مرام دية ما نفهمه كان معنا كما اقوله إلا ما إلا ما نبشيو جوسكوفو صحيح الكلام هذا يناجم يكون يناجم يكون أمره دبنا راه وشوف طبعا انت حكيت لبنان لبنان راه و بلاد عندها انتخاديسيون تحروب اهلية وفما وفما ولت انتخاديسيون متع صليداريتي ما بين طواف وما بين لبنانيين خاصة الدياسبورا تبعث لكل طايفة تبعث لجماعتها بور امرتغوا الشوك انت اليوم في بلاد اليوم متعرشش كمان ليشوز ينجم ويمشيو معنا إذا تاقع معنا اللي فيدو بانيك اللي ينجم ياقع في البلاد متنجمش تشوف الفاتورة متعوش يغلو بلان سوسيا دونك ماذا بينا الناس تتعقلن ونخرجوا قبل ما نوصلوا لسيناريو هيدا موضع بعض التفاعلات الأخرى كيما قلتش نحاول نختار البعض منها فما سؤال على يقول لك سعافيف اليوم لازم نلقاه حل الجروب شيميك يقول لك اللي ينجم بيجيبنا بارشة فلوس العام الجاي خاصة مع الزيادة في الأسعار والمتاع الزنغري الاخيري فمعناتها شو نستنيو مش نرجع بان فما خدمة كبيرة قاد يخدم فيها الحقيقة معناتها في صمت في صمت كبير صمت مدوي سريدها شلغوم إن شاء الله يرجع ويقول لك سعافيف يقول لك سعافيف يقول لك سعافيف كانوا معناتها ما تشوفش الحل سيكون في فتح الحدود حالا ما حفتح الحدود مع الجزائد دايوغ البارح كان في كل مذهب ضيفنا كان سيسامي على المعضة عبر المؤسسات سيسامي فقيت تكلم على فتح الحدود يقول لك هذي كان لي نجم يعطينا سيزون سنة لي هي تنجم تحل الباب لأنه تعافي القطاع فلا دونك فتح الحدود ومضوع الفوسفات شوف هذو كسوال معنا الفوسفات بسيفة عامة كل هذو مشاكل معناها معنا قلنا الكلام دي بويا ساقتين طور راهو كان كان تفهم إرادة ونس خدمت وما فماش التعطيل راهو ما استحقناش للإفامي فهمتك وخروجنا للإفامي في الفين واتريز كان معنا النوع عمتاع أنه انشخش لسوليسون الفاسيليتي فهمتك هذو اليوم على قدر ما نقوله أنه كنا نستغنو عليه على قدر ما اليوم هو ضروري إما تخرج للإفامي وما تعطيش رؤية للإصلاح أو دولاد وإفامي رأوا من مجيحات شيء دونك أنا حسب رأي بالنسبة لكسوال الحدود كل ما ندكور دوتنجم ترقع لكسيزون كسيطيغا دونك ضروري إما راهو ما فماش إصلاحات مبروفوندور في البلاد نجم لسوليسون هذو كسوال تمويل ولا كما لقلت على الكريدي النقد واللوجو عليهم الكل يجيب الكريدي متاع الأحباب والكما قلو اللي بي بارتونير كل راهو يخرجوك من المأزق المالي أما يخليوك في المأزق متاع متاع إنك رواصنس أنيميك اللي هي ضعيفة برشورة أخر سوال أخر تفاعل القطاع البنكي قولوك فماش ريسك على القطاع البنكي اليوم شنو مالي ريسك شوف القطاع البنكي شوف القطاع البنكي في المدى الأخيرة في برشة قطاع البنكي في سندات متاع الدولة شوف القطاع البنكي في مندين نظراً لأن الدولة مستحقة للبنوك، تكون مدساهلة مع القطاع البنكي. يجب أن تكون هناك مستحقة للبنوك، وليس على خاطر التمويل في الميزانية. لا، سمحني، راو، لأن الدولة مستحقة للبنوك، وليس على راولتك. شكراً لك سيوازا بدنا أن نطلب منك أن تقادر معنا. دعينا نسمع لكاپتور ديكاً. نعم يا سينا، نعم يا شكراً. نعم يا سينا، سينا دعينا نسمع لكاپتور ديكاً. اشتركوا في القناة